ايه بنرجع انا بحب اقوي انا عجبني الحقار ده احنا غالبا لحد اخر البودكاست هو هيبقى نفس السؤال وكل ما يحكي يسرح نعم نروح وانا نروح وانا نروح وانت طبعا بتساعده على السرح اللي انت ابو السرح وبعدين يرجع تاني طيب فانت وطيفا تعرفتوا عبعد في المدرسة لقيتوا common grounds في المسيكة زبط قلنا تعال نقعد نشوف ايه الديجي ده بيتعامل ازاي يعني ايه ديجي اصلا وبيقفوا يعملوا ايه مين اللي اقترح احنا الاتنين كان عندنا نفس نفس الموضوع يعني مش فاكر كويس لو حد فينا كان جرب يعمل حاجة قبلها بس انا فاكر احنا الاتنين كنا سفر واحنا بنتعلم يعني ابتدينا من نفس السلمة حدش كان سابق التاني ولا سلمة في اي حاجة فتعلمنا ابتدينا نعمل بقى ساعتها كان منتشرة بودكاست كان اسمع بودكاست بقى كان يا لهوي نور انت اللي ممكن تفكرني يا نور روجر سانشيز بقى آه ريليس يورسلف وستيتوف ترانس بقى كانت لسه بقى في اول عشريناتها بقى دلوقتي وصلت ستمية وسبعمية كان ساعتها في طفرة كده اه اوكي كانت صفرة الايبود نانو اللي هو انت بتخش على بودكاست ايه اللي نزل جديد وبتاع فايه دا يلا نعمل بودكاست بتتعامل ازاي دي تجيب كزا اغنية ورا بعض وتلحمهم في بعض وتبقى اسمك عمالة باتو يعني سلام يلا تاك 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 بعد كده الموضوع بتدى ينتشر حوالين صحابنا من حد ما بتدينا ننزل عيد ملادات صحابنا كده بقى بس امتى بتدى ديسكو مصر مش عايز اسرع يعني بالزبط امتى بتدى ديسكو مصر لازيز نوه وقال لي أصلا انا من نوع اللي بسرع فبقى وقفني وانا بس في حياتك كده بتبقى حلو انت لا اول ما تلاقيني سكت ترجعني للسؤال ماشي بعد كده امتى بقيته ديسكو مصر 2013 لا 2014 بس الفكرة ابتدت من 2013 ما تلعيتش للناس يعني بعد 6 اثنين مما تعرفتوا بعض فضلتوا صحاب لا بس طبعا الفترة دي بتدينا ننتشر من حوالين صحابنا في عيد ملادات لبرومات لبرومس بقى مثلا لحد حفلة يطلبنا لان عاجبوا لتاست بتاعنا بس كانت قليلة قوي بقى ان حد راندمي يكلمنا يعني كان دايما احنا اللي بنسعى علشان بعد كده الموضوع تطور بقى مثلا راسدن دي جايز في اماكن وبنلعب كل يوم خميس في مكان مثلا معين امتى بتزدوا تعملوا فلوس من ديسكو مصر من 2014 لا خالص 2016 بعد اول سنتين كنت تنزلوا بقى الاول ببلايش وبتاع عشان تتعرفوا مش كديسكو مصر كايبيا سانتيفة اه طبعا انا فاكر كنا بنوقف مثلا ست ساعات مثلا ميوم خميس ده انا فاكر كويس كنا بنروح مثلا الساعة خمسة ستة قبل ما الناس ما توصل يعني انت لازم انت مفيش دي جاي غيرك الناس هتخش عليك بقى وانت بتلعب فبنبتدي مثلا من سبعة بالليل لحد واحدة انت واقف بقى بتلعب كل ده ليك وجبة كده مثلا وفي الاخر في متين جنيه بنروح واخدينها رايحين نتعشى بيها ونروح بيها وكنت بتلعبوا نفس المزيكة نفس ستايل المزيكة لا ما كانش فيه بقى نفس ستايل المزيكة ده كنا بنلعب بقى الحاجات اللي احنا انترستد فيها كان ساعتها تقريبا بروغراسيف هاوس وديب هاوس بس بكش بتخلقوا حاجة انت كنت بتجيبوا الحاجة وتلحموها في البقى لا اكتشل ساعتها كنا بنعمل حاجات اسمها بوتليكز لانه ما كناش بنعرف نعمل بروداكشنز بوتليكز دي اللي هو انت من الاخر تجيب تراك حلو وتجيب تراك تاني وتروح عمل لهم في بعض اغنية واحدة بوتليك ده اللي هو ده غير الميكسنج غير الميكسنج اوكي عايزين نفهم المصطلح عطب بس خلص لي الخط تحياتي ماشي ماشي دخلت وديسكو مصر 2014 2016 بتاعته تعمل الفلوس في خطوة مهمة في خطوة مهمة في سيف 2014 مثلا خطوة دي كانت ان انا وطيفة كنا عايزين بقى نبتدي بروداكشن لان في وسط المشوار ده طبعا ببتدينا نعمل بوتليكز بعد كده بقى في حاجات طبعا عايزين نزود صوت في صوت معين حاسينه هنا ممكن يحصل او حركة معينة تحصل دي بتحصل ازاي او لا احنا كده لازم نتعلم بروداكشن بروداكشن ده اي عامل لا ده ستوديو كارت صوت وسماعات وكمبيوتر معين لان البروجرام نفسه مثلا ابلتن او او افل ستوديو ساعتها اللي كنا بنشتغل عليه محتاج بروساسر بقى ومحتاج كارت صوت وسماعات معينة طب ده بيجي ازاي ايه ده ده غالي طب ازاي ايه فبتدينا تطلع في دماغنا كده اللي احنا عايزين نعمل معسكر ليه انا وهو مغلق ان نتعلم فيه مزيكة لان نبتدى يجي لنا من كذا حد واجتشلي على هذا الوقت بس لو الناس عملت سيرش على الكلام ده هيلقوا فيه دي جي اه لا اكتشلي فيه دي جي برا لعب والحاجات بتاعتنا البوتليكز وبتاع فده كان بيحسسنا انه لا فيه تيست فيه حاجة حلوة اه وناس بتاديت تطلبنا على تيست المزيكة ده بتاع ايه بيقى سانتيفة ده فيالله بقى نبتدي بروداكشن وبتاعه وعايزين نلعب في ألترا ميزيك فاستفيل مش عارف ايه اه ده فيه احلام احلام علي اجل اه اه لا وكان فيه كونتست ساعتها ودخلناها اعمل له سجلوا الساتب بتاعتكو وبعتوها وهتخشوا في وبتاعه خسرنا طبعا بس يعني تمام